السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم مع هذا الخبر الذي يتحدث عن اللاعب الكويتي محمد العواضي الذي انسحب من أمام اللاعب الإسرائيلي في مباريات المباراة النهية لتصفية التينيس في دورة التي تقام على أرض الإمارات العربية المتحدة وكانت دولة إسرائيل ضمن المنافسات وكان اللاعب الكويتي محمد العواضي قد وصل للظلم قبل النهائي وعند لعبه أمام اللاعب السهيوني قد وصل إلى النهائي وكان من الممكن أن يفوز عليه لكن اللاعب انسحب لإيمانه الشديد بأنه ضد التطبيع مع الكيان السهيون والاحتلال الجيش الاحتلال الإسرائيلي الذي يحتل فلسطين وتضامن مع القضية الفلسطينية وهي قضية كل العرب وابت اللاعب الكويتي محمد العواضي لعب التنس من الأسماء الرائجة عبر محركات البحث وحديث مواقع التواصل الاجتماعي بعدما أعلن قراره رسميا بعد مواجهة نظيره الإسرائيلي ضمن مواجهات بطولة التنس الدولية المقامة في دبي بالإمارات العربية المتحدة وصل محمد العواضي إلى الضرمة قبل النهائي وكان من المقرر له أن يواجه منافسه الإسرائيلي وفي حالة الفوز يصعد إلى المباراة النهائية وقدم لاعب منتخب الكويت أداء مشرفا طوال البطولة كما مسل الكويت في العديد من البطولات الرياضية في لعبة رياضة التنس وكان دائما يحصد البطولات ودائما على قدر المسرية وبرغم أن اللاعب الذي لم يتجاوز عمره 14 عاما قرر أن ينسحب من المباراة ضد نظيره الإسرائيلي في بطولة التنس وذلك يأتي تزامنا مع القضية الفلسطينية والدفاع عنها وعدم الاختلاط بالكيان الإسرائيلي منه هو اللاعب محمد العواضي هو لعب منتخب تنس المنتخب الكويت للتنس محمد العواضي شارك في عدة مصابقات في رياضة التنس وحاصل على جوائز فردية وجماعية متميزة طوال مسيرة الرياضية التي من المتوقع أن تزداد بكثير في المستقبل القريب وتفاعل عدد من المستخدمون والنشطة على منصة تدوين القصيرة تويتر مع قرار العواضي بالانسحاب وسط مطالب عدة بتكريمه من السلطات المختصة الكويتية وجهت الرياضية بشكل عام بعد ما قفه الشجاع والنبيل والذي بدوره مسل الشعب الكويتي الذي يقف إلى جوار الشعب الفلسطيني دفاعا عن قضيته ضد الكيان الإسرائيلي وكتب عبدالله فهاد عبر حسابه بتويتر يقول نحيي ونسمن ما قام به البطل الكويتي محمد العواضي من الانسحاب من مواجهة لعب العدو الصيوني وانسحابه رغم وصوله قبل النهائي وتابع على الهيئة العامة الرياضة الكويتية تكريم هذا البطل الصغير والكبير بفعل وأمثاله لأنهم أبطال تمسكوا بالمبدأ والموقف الرسمي والشعب السابي والموقف الرسمي